عندنا طريقة اللعب الخاطف اللي هي فيها جسد دي مينوت ولا قل من عشر دقائق يعني يكونوا زوجهم تسابقين لدو أنفاس بعدهم وإذا حبوا يزيدوا في الوقت لازم يزيدوا كما عشر دقائق ووحد دخرين ثم ما لازمش يزيدوا كتر ولا يزيدوا قل منها لازم نفس الوقت اللي يكملوا به حتى تنتهي اللعبة عندنا حاجة وحدة أخرى اللي هو اللعب السريع اللي تاني كطريقة من طرق الشطرنج اللي فيه وقت من عشر دقائق حتى الستين دقيقة بس حكاين حاجة في هاد كتلعبي كتديري الوقت السريع كتكوني لأحاة لعبي طريقة الوقت السريع لازم كل انتقالات تديريهم لازم تمركيهم باش تمركيهم تمركيهم توجوغ بهذه الساعة اللي كاين بين اللعبين اللي شوفوها ساعة وعندنا حاجة وحدة أخرى بخلي ما نقولها شدوكا دوك شوية نقولها باش كي يجاي وقتها نقولها عندنا حاجة وحدة أخرى اللي هو اللعب الكلاسيكي ولا التقليدي اللي يستعملوه في كامل لابلوبا اختار مباريات الشطرنج اللي فيه تاني تلوقت من ستين دقيقة حتى سبع سوايا اللي ما لازمش تسجلي فيه الانتقالات اللي تديريهم سيبا وبليجي باش تديريهم اللي ترجمة نانسي قنقر